السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذة الأعزاء مرحبا بكم وكما وعدتكم موعدنا اليوم مع تمارين تطبيقية مقتبسة من امتحانات جهوية صادقة في درس التمييز أولا بالنسبة إلى درس التمييز فقد أنجز سلفا بطريقة بسيطة وواضحة ومن لم يتمكن من مشاهدة الدرس ستجدون الرابط في صندوق الوصفة فيما يخص هذا الدرس يوم الامتحان سيطلب منكم إما استخراج جمل تضم تمييزا مع تحديد نوعه وحكمه الإعرابي أو قد يطلب منكم تركيب جمل تضم تمييزا لهذا تلامذة الأعزاء حاولت أن أنجز سمارين تطبيقية متنوعة تتناسب وأسئلة الامتحان الجهوي جميعها إذن نبدأ على بركة الله يقول السؤال الأول ابلأ الجدول حسب المطلوب المثال الأول إذن لدينا جمل عديدة كما لاحظتم حاولت أن أنوّع لكم بين التمييز الملفوض والملحوظ بالنسبة إلى الجملة الأولى نحن نعلم أن التمييز نوعان ملفوض وملحوظ بالنسبة إلى التمييز الملفوض هو ما كان مميزه دالا على مقدار لاحظوا معي أما التمييز الملحوظ هو ما أزال الغموض عن جملة الشريس ثلاثين قلما أين المميز في هذه الجملة؟ الشريس ثلاثين قلما إذن فالمميز هو ثلاثين واضح؟ التمييز هنا هو قلما نوعه نوعه التمييز هنا هو جاء بعد العدد إذن هو تمييز ماذا؟ ملفوض جيد حكمه الإعرابي لاحظتم أنه جاء منصوبا إذن نقول منصوب نحن نعلم أن التمييز الملفوض يأتي منصوبا بعد الأعداد من 11 إلى 99 يعني الأعداد مركبة كلها من 11 إلى 19 والفاض العقود والأعداد المعطوفة عليها أي من 11 إلى 99 يأتي التمييز مفردا منصوبا واضح؟ لاحظوا معي الجملة الثانية تحسن الفقير حالا التمييز هنا هو ماذا؟ حالا واضح؟ انتبهوا هنا التمييز تحسن الفقير حالا فالتمييز هنا حالا أزالت الغموض عن تحسن الفقير أي عن الجملة هذا يسمى التمييز الجملة أو التمييز الملحوظ هو ما أزال الغموض عن جملة إذن انتبهوا يوم الامتحان لا يقع هناك خلط بين الأسماء المنصوبة دائما بالنسبة للتمييز الملحوظ يكون محولا بالستناء بعد فعل المدح والذم واضح؟ نعمة وبئسة بعد نعمة وبئسة الاسم النكر الواقع بعدهما يأتي تمييزا ملحوظا غير محول ما عدها فهو محول إذن كي أكد أن حالا تمييزا ملحوظا سنحاول أن نغيره ماذا سنقول؟ تحسن حال الفقير إذن فحالا هنا تمييزا ملحوظا محول عن ماذا؟ تحسن الفقير حالا تحسن حال الفقير إذن لاحظوا الجملة تحسن حال الفقير إذن فحال هنا جاءت فاعلا مفهوم؟ إذن جاءت فاعلا إذن وهذا هو التمييز المحول وهنا محول عن فاعل مفهوم؟ إذن فالمميز هنا بالنسبة إلى إما نضع عارضة كما قلنا في الدرس أو نكتب الجملة هكذا جملة أو نكتب تحسن الفقير لكم كامل الصلاحية إما نضع عارضة أو نكتب الجملة أو نكتب تحسن الفقير مفهوم؟ التمييز هنا هو حالا واضح؟ نوعه ماذا قلنا؟ ملحوظ لأنه أزال الغموض عن جملة حكمه نقول منصوب ماذا؟ ماذا؟ وجوبا لماذا؟ لأن التمييز الملحوظ يأتي دائما منصوبا لا يمكن أن يجر بخلاف تمييز تمييز الملفوض يقد يأتي منصوبا أو مجرورا بالإضافة أو بمن؟ أكل الحصان حفنة شعيرا أكل الحصان حفنة لو قلنا أكل الحصان حفنة وتوقفنا إذن الجملة هنا مبهمة حفنة هنا مبهمة حفنة ماذا؟ دورة شعيرا؟ قمحا؟ ماذا؟ ولكن حينما قلت شعيرا أزيل الغموض عن حفنة إذن فالمميز هو حفنة واضح؟ التمييز هو ماذا؟ شعيرا واضح؟ نوعه ملفوض لمالي كونه دال على مقدار ملفوض ممكن أن نكتبه ملفوض بين قوسين عدد وهنا نكتب مقدار بالنسبة إلى لو طلب منكم حتى نوعه المميز سنقول مقدار عدد هنا أيضا مقدار نكتب مقدار لا داعي أن نشرح أهو وكيل أو وزن أو مساح بالنسبة إلى الحكم جاء منصوب ولكن لن نكتب منصوب وجوبا لما؟ لأن يمكن أن أقول أكل الحصان حفنة شعيرا منصوب هنا يمكن أن أقول أكل الحصان حفنة من شعير أكل الحصان حفنة شعير إذن قد يجر بالإضافة أو بمن واضح؟ غرست الأرض شجرا لو قلت غرست الأرض وتوقفت ماذا؟ شجرا لاحظتم هذا الإسم النكرة المنصوب؟ أزال الغموضة الجملة غرست الأرض إذن فالمميز هنا هو الجملة إما نكتب الجملة غرست الأرض أو الجملة أو نضع عارض لكم كامل الصلاحية التمييز هنا شجرا وقلنا كي نتأكد أن شجرا تمييزا نحولها غرست شجرا الأرض إذن تمييز هنا محول عن ماذا؟ غرست أنا ماذا؟ شجرا الأرض محول هنا عن فعول به كما لاحظتم إذن نوعه ماذا؟ ملحوض حكمه سأكتب منصوب ماذا؟ وجوبا جيد في الفصل ثلاثة وثلاثون طالبا المميز هو ثلاثة وثلاثون كما لاحظتم لو قلت في الفصل ثلاثة وثلاثون ماذا؟ طالبا تلميذا تلميذة إذن هذا الإسم النكر المنصوب بعد العدد هو التمييز إذن ثلاثة وثلاثون التمييز هو طالبا واضح هنا من حيث نوعه ملفوض لكون مميز مميزه جدالا على عدد حكمه هنا منصوب واضح أطربني البلبلة تغريدا أطربني البلبلو عفوا تغريدا أطرب البلبلو أنا تغريدا ثلاثة وثلاثون إذن المميز هنا أطربني البلبلو تغريدا فأطربني البلبلو جملة غير واضحة ولكن حينما قلت تغريدا أزيل الغموض إذن هذا الإسم النكر المنصوب أزال الغموض عن جملة أطربني البلبلو واضح؟ إذن فالمميز هو الجملة التمييز هو تغريدا وكي أتأكد أيضا أن هنا بصدد دراسة التمييز سأحوله أطربني تغريد البلبل إذن هنا محول عن فاعل واضح إذن من حيث نوعه واضح ملحوظ حكمه منصوب وجوبا ازداد الرجل علما إذن تبهوا هذه قاعدة تذكروها جيدا ازداد الاسم الاسم النكرة الاسم النكرة الواقع بعد ازداد المنصوب يأتي دائما تمييزا مفهوم؟ أي اسم النكرة منصوب بعد الفئل ازداد يأتي تمييزا ملحوظا تذكروا إذن ازداد الرجل علما فالمميز هو الجملة التمييز علما بالنسبة إلى نوعه ملحوظا حكمه منصوب وجوبا نكتب نكتب الإجابة نظرا نحن نختصر اللوقس فحسب وكي أتأكد عفوا أن علما هنا تمييز ملحوظ سأحولها ازداد علم الرجل واضح؟ الفقير أقل حيلة فالتمييز هنا الفقير أقل حيلة إذن لدينا اسم التفضيل إذن ركزوا يوم المتحان في الأغلب ما يأتي الاسم النكرة الواقع بعد اسم التفضيل تمييزا إذن دائما حينما يطلب مننا استخراج تمييز من النص أبحث عن أسماء التفضيل لما؟ لما أبحث عن أسماء التفضيل؟ لأن الاسم النكرة الواقع بعد اسم التفضيل يكون تمييزا ملحوظا ومحول عن مبتداء واضح؟ مفهوم؟ حيلة الفقير مثلا قليلة الفقير أقل حيلة إذن الفقير أقل حيلة المميز الجملة أو نضع عارضة التمييز حيلة هو ملحوظ منصوب وجوبه واضح؟ الصبر أعدم أجرا إذن لدينا اسم التفضيل أعدم أيضا الاسم النكرة الواقع بعد اسم التفضيل يعرف تمييزا إذن أجرا تمييزا وهو تمييز ملحوظ تذكروا دائما دائما نتذكر أن الاسم النكرة المنصوب الواقع بعد اسم التفضيل يكون تمييزا وفي أغلب الامتحانات الجهوية يطرح التمييز بعد اسم التفضيل إذن نركز جيدا أقل حيلة أعدم أجرا إذن المميز الجملة التمييز أجرا ملحوظ منصوب وجوبا مثلا الصبر أعدم أجرا عند الله إذا أردنا أن نحولها دائما بعد اسم التفضيل يكون التمييز محولا عن مبتدئ أجر الصبر عظيم عند الله واضح؟ رأى يوسف أحد عشر كوكبا أين التمييز هنا كوكبا أين المميز أحد عشر الإسم النكر الواقع بعد العدد أي المعدود عفوا يكون تمييزا وهنا التمييز جاء منصوبا والمميز هو العدد إذن المميز أحد عشر التمييز كوكبا نوعه ماذا؟ ملفوظ أم ملحوظ لكونه دال على مقدار فهو ملفوظ بعد العدد يكون التمييز ملفوظ وحكمه منصوب مفهوم؟ واضح؟ ننتقل الآن إلى السؤال الثاني ركب جملا تتضمن ما يريد لاحظوا معي قد يطلب منكم مثلا حاولت أن أقدم جميع الجمل التي يمكن أن تطرح مفهوم؟ تمييزا لمميز ملفوظ إذن حينما يكون تمييزا لمميز ملفوظ أي نحن نتحدث عن تمييز ملفوظ واضح؟ إذن تمييزا لمميز ملفوظ نحن نتحدث عن تمييز ملفوظ تمييزا محولا عن فاعل يمكن أن يطرح سؤال في تمييز محول عن فاعل أو تمييز محول عن فعول أو تمييز محول عن مبتدأ أو تمييزا غير محول إذن حاولت أن أطرح تقريبا جميع الجمل التي يمكن أن تطرح يوم الامتحان إذن انتبهوا دائما نذهب إلى البساطة نركب جملة بسيطة جدا مثلا تمييزا لمميز الملفظ إما نكون جملة مثلا تضم عددا أو تضم مقدارا كأن نتحدث عن الوزن أو المساحة أو الكيل واضح؟ مثلا شربت لترا عصيرا شربت لترا ماءا زرعت فدانا قمحا أو زرعت هكتارا قمحا إلى غير ذلك مثلا السؤال الأول تمييزا لمميز ملفوض إذن هنا نتحدث عن تمييز الملفوض مثلا زرعت هكتارا شهيرا أو زورة أو قمحا واضح؟ نذهب إلى جملة بسيطة جدا تمييز لمميزين ملفوض نتحدث عن تمييز الملفوض مثلا قلت سلفا مثلا ازداد الرجل علما الاسم الواقع بعد ازداد يكون تمييزا ملحوضا نكسب هذه الجملة أو فجرنا الأرض مثلا عيونا أو مثلا اشتعل الرأس شيبا أو الغني مثلا أكثر مالا تحسن الفقير حالا كما ذكرنا سالفا مثلا علي مثلا من أكثر التلاميذ مثلا أذبا جهادا واضح؟ خلقا إذن جهادا مثلا علي من أكثر التلاميذ الجهادا أو من أفضل التلاميذ الجهادا أفضل من أفضل التلاميذ الجهادا مثلا تمييزا محولا عن فاعل بالنسبة إلى التمييز المحول عن فاعل ينبغي أن نركز نكون جملة ونعيد سياغتها وينبغي أن نجيز التمييز فاعلا مثلا اشتعل الرأس شيبا اشتعل شيب الرأس واضح ازداد الرجل مثلا تواضعا ازداد تواضع الرجل مثلا ازداد الرجل تواضعا ازداد تواضع الرجل إذن محول عن فاعل محول عن مفعول به مثلا فجرنا الأرض عيونا لاحظوا هذه الجملة فجرنا الأرض عيونا فجرنا عيون الأرض واضح الجملة تمييز محول عن مبتدأ تمييز محول عن مبتدأ مثلا هذه الجملة ممكن علي من أفضل التلاميذ الشهادة أو من أكثر التلاميذ الشهادة الشهاد علي من أكثر التلاميذ مثلا إذن الله أسرع مكرا مثلا لاحظوا بعد اسم التفضيل أسرع مكرا مكر الله أسرع واضح إذن محول عن مبتدأ تمييز غير محول بالنسبة إلى تمييز غير محول نأتي بنعمة أو بئسة نقول مثلا نعمة سلوكا الصدق أو نقول بئسة سلوكا الرياء مثلا أو النميمة إلى غير ذلك واضح وهكذا تلامتة الأعزاء نكون قد أنهينا الجزء الخاص بتمارينة طبيقية في درس التمييز أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أفيدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته